أبدأ مع حضراتكم حالاتنا طبعاً مبارح كان يوم صعب علينا كلنا ورغم كده كان فيه لمحة الحقيقة أقدمها للنادي الأهلي في نهاية اليوم بفوزه طبعاً في مباراة كانت منتظرة ومباراة كانت صعبة في سباق دوري أبطال إفريقيا والحقيقة نجوم الأهلي تقلقوا وأقدموا مباراة أكتر من رائعة على عكس لكل التوقعات يمكن الناس كلها كانت قلقانة جداً من المباراة دي وأنا اتكلمت مع حضراتكم هنا مبارح وقلت أنه ربا دارت النفع ويمكن المتشاط أو نتاج الحقيقة الأهلي في الدوري تكون دافع كبير جداً للمصالحة وقد كان الحقيقة مبارح رجالة الأهلي كانوا أدى التحدي قدموا بباراة كبيرة جداً أمام خصم مش بالسهل على الإطلاق عشان ما حدش يقلل من وفاق الصيف وبرضه بأكد مرة تانية وأعتقد أنه الرسالة واصلة وده يمكن ظهر في تصريحات العيبة إنها مدركة تماماً إنه اللقاء العودة لم يحسن بعد أو إنه تآهل النهائي للنهائي البطولة لم يحسب بعد عشان بس الناس اللي بتقول لك خلاص الطرفين النهائي اللي اتحددوا الوداد بما إنه حقق نتيجة إيجابية بره أرضه والأهلي المصري بما إنه حقق سكرت إيهل على وفاق الصيف لا الكرة علمتنا إنه ما فيش حاجة يعني مضمونة إلا بعد نهاية صفات النهائي وأنا عايز أرجع مع حضراتكم السيناريو المباراة وأعتقد إنه الطارد اللي عانى منه أو عانى بسبب وفاق الصيف المباراة أثر بشكل كبير على نتيجة المباراة فما حدش ضامن الظروف التحكيم آه ما كانش سيء لكن كان ليه أخطاء الحقيقة مبارح في غاية الاستفزاز يعني في أكتر من موقف وأكتر من وقع كان الحقيقة متحامل بشكل كبير جدا عن نادي الأهلي وده يخلينا نقول إنه المباراة أو مباراة العودة لم تحسب بعد وكل تصريحات نجومنا الحقيقة ماشية في نفس الإطار وفي نفس السياق الكل تقلق مبارح لكن مهم نسمع برضه أراءكم لأن دفاع كان فيها برضه بيتهيأل يعني يعني مفاجأة كبيرة جدا فعايز أسمع رأيكم كده مبارح الحقيقة كان كل اللعيبة سواء أساسيين أو لعيبة شركة كبودلاء كانوا على مستوى الحدث وعلى مستوى المباراة وقدموا مباراة كبيرة جدا لكن بالتأكيد من وجهة نظاركم كان فيه نجم تميز بأداءه في موجهة وفاق السيف عايز أعرف من وجهة نظاركم مين هم أبرز نجوم الأهلي في مباراة وفاق السيف اللي سلعبت بالأمس اشتركوا في القناة